في اليوم لعائلة من خمس أفراد فهذا يعني لا يعقل إنه يكون الحد الأدنى لأجور 1450 شكل المفروض يكون في مستوى خط الفقر الوطني وهذا يعني حق كفلته كل المواثيق والقوانين وما ننسى إنه فخامة الرئيس أبو مازن وقع العهد الاقتصاد الاجتماعي اللي المفروض يكون فيه هناك فيه مستويات متناسبة للمعيشة للعمال بشكل عام وبصراحة بصراحة يعني أنا بقولكم فيه أكثر من هناك حتى 1450 شكل بعرف إنه فيه ناس بقولوا ما مش مطبق 1450 شكل طب ما فيه إحنا منعرف إنه فيه هناك أكثر بالذات النساء العاملات هم الأكثر انتهاكا بالحد الأدنى لأجور فيه هناك أكثر من 140 ألف امرأة لا يطبق عليهم الحد الأدنى لأجور ومنهم باخد 500 شكل في الشهر هلأ هذا حقيقة إيش المطلوب؟ المطلوب إنه يكون فيه هناك فيه هناك يعني تغيير في منهجية قانون لحد الأدنى لأجور بما يتناسب أو بما يتماشى مع الواقع المفروض يكون فيه هناك لائحة جزاءات ويكون فيه هناك يعني على الأقل خلينا نحكي رضع للمشغلين اللي بيطبقوش لحد الأدنى لأجور يعني شو ذنبها العاملة لما بتقول لك أنا طب إذا ما اشتاق يعني هذا بيصير بيننا وبينهم نقاش إنه مظبوط إنهم بها ضخم سمير شكل بقدروا يصرحوا بقدروا يروحوا للمحكمة لأنه بقولوا لي إنه نحن بفقدوا عن مرهو لأمر بس لكن هذا لازم يكون فيه من قبل الحكومة لازم يكون فيه هناك قرارات رادعة للي بتبقوش أولاً لحد الأدنى لأجور وتانياً لازم يكون يتنظر بعد ست سنوات بعد ست سنوات من وضع الحد الأدنى لأجور أما أنا الأوان لنفكر في خط الفقر الوطني طيب أساد شهر يعني الآن ما هي الخطة التي ستعمل عليها نقابة أو اتحاد نقابات العمال فلسطين من أجل بالفعل تطبيق هذا القانون ويعني مواصلة الجهود من أجل رفع هذا الحد الأدنى لأجور اللي الحقيقة كمان بزيد الفجوة ما بين الأغنياء الذين يزدادون غنى وأيضاً الفقراء الذين يزدادون فقراً واختفاء هذه الطبقة الوسطى في المجتمع الفلسطين احنا أولي شيء أنهينا يعني رؤيتنا ودراستنا لللي بتتفضل فيه إيش اللي لازم يعني نعمله في عام 2019 على سبيل المثال طلعنا إيش إيش نظرتنا للآحة الجزاءات كيف لازم تكون ضد اللي بتطبقوش لحد الأدنى للأجور وهذا إيش مهم جداً لأنه إحنا ما عفي عندنا السلطة التنفيذية أو ما في عندنا الصفة الضابطة القضائية كاتحاد نقابات عمار فلسطين اللي نخالف أو نعمل أو نسوي رؤيتنا في هذا الموضوع راحين نقدمها لدولة رئيس الوزراء ومع الوزير العمل حول هذا الموضوع ويكون فيه هناك يعني إجراءات حول هذا الموضوع إجراءات هذه عمار مش بس هيك كمان إحنا راحين ننظم وقفة احتجاجية يعني هذه الوقفة الاحتجاجية ومشتركة وخاصة من العمال والعاملات الأكثر العاملات الأكثر اللي لا يطبق عليهم من حد الأدنى للأجور راحين نعمل وقفة ونحكي بكل صراحة أنه أنا الأوان أنه هذا الموضوع يعني لازم يقفل لازم ليش الناس بتروح على المستوطنات ليش العاملات بروحوا على المستوطنات قاعدين إحنا وللأسف الكبير جدا بيصير فيه هناك تسريب حتى في التجارة مع المستوطنات الآن الأوان يوم أنه يكون فيه عندنا موقف واحد كيف نحارب كيف نقاطع ونحارب العمل ونحارب أيضا التجارة مع المستوطنات كيف ما نخليش يستغلوا العمال وخاصة العاملات في العمل هم كمستخدمات داخل بيوت المستوطنين هذا كل هذا الحكي بتطلب بنا أن يكون إجراءات يعني اللي تخفف اللي تعطي كرامة للمرأة العاملة تعطي كرامة أيضا للعامل اللي يشتغل في وطنه وفي أرضه نحن نعرف أنه معظم العمال ما بهواهم أنهم بروح يشتغلوا داخل إسرائيل بس ما للأسف الكبير جدا أجور متدنية أوضاع ظروف العمل في إسرائيل هي باعتبروها أفضل من ما هي موجودة بقول لك أنا بروح بشتغل في من العمال للعلم يعني بأخذ ألف شكل باليوم يعني ألف شكل يعني مش إشي بسيط لما أنت بتحكي بالذات الفنيين اللي بشتغل في الطبليط وإلا هذا بغا مستوى العالم مش إشي بسيط يعني مش إشي بسيط فبقول لك أنا بدي أروح لا بدي أروح أشتغل هناك لا إحنا المفروض أن يكون في نظرة أخرى قاعدين نشتغل في تغييرات قانون العمل أنه لازم كل شيء يرتبط في غلاء المعيشة وإن الله بقول أنه فيه عمال وموظفين في مؤسسات لهم موظفين عشر سنين ومتغيرش راتبهم كماته نفس الراتب يعني هذا الموضوع لازم يكون فيه قبضة لازم يكون فيه حديث يعني بشكل واضح يعني اللي نوقف هالمأساة اللي بعانيها العمال والعاملات أنا الأواني أنه يكون فيه هناك أيضا فيه قانون فيه محكمة للعمال ليش أنا بدي أقول لك بيهربوا بيخافوا من حد الأدنى الأجور أنهم بروحوا للمحاكم بقول لك فيه شيء محاكم عمل متخصصة وإحنا بنعرف الله يكون في عون المحاكم في كثير من القضايا فهذا المفروض أن يكون فيه محاكم عمل متخصصة من العمال والعاملات وهذا مطلب رئيسي ومركزي من طالب فيه منذ سنوات إنه لازم يكون فيه هناك يعني محكمة خاصة وهي من ضمن الإجراءات ومن ضمن اللي إحنا منطالب فيه رئيس الوزراء ووزير العمل إنهم وفروا محكمة مختصة اللي تنظر في قضايا العمال والعاملات بشكل خاص لما نحكي إحنا أنه أكثر من 60% من العاملات ما بغضوش نهاية خدمة هذا الشهر يعني هنا نتحدث إحنا عن الكثير من التوصيات والكثير من المطالبات تطبيقها تحقيقها بحتاج لها جهود كبيرة بصراحة يعني من آخر خمس سنوات كثير من التوصيات التي خرجت من مختلف الاتحادات ومن مختلف الأدوات للعمال والعامل الفلسطيني بشكل عام لكن مدى التطبيق يعني هل أنت ترى أن تطبيق كل هذه التوصيات هو بالفعل قريب أم سيبقى على الورق لا إحنا شايفينه أنه في حديث يعني إذا كان أنه في حديث واضح أنه راح يكون في هناك تطبيق يعني في هناك لوائح أعدناها جبنا خبراء يساعدون فيها وإحنا راح نقدمها ما تقدمت الاتحاد إلى موقف والعمال والعاملات لهم موقف آخر يعني من هذا الموضوع إحنا لما نحدثنا أنه عام 2019 راح يكون في على الأقل إشي جديد لعمالنا وعاملاتنا إحنا معنيين في هذا الموضوع وننتناذل عن هذا الموضوع نعم سيد شاهد قبل ما نختم يعني مسألة عدم السكوت أو عدم الرضا بالاستغلال الوظيفة من قبل أرباب العمل كيف ممكن نشجع لدى العمال بحيث أنه كمان بالضبط ويكون عندهم حماية خلينا نحكي من اتحاد العمال وأيضا خلينا نقول قوانين رادعة لأرباب العمل إن كان هناك أي استغلال أو انتهاك لحقوقهم طبعا لازم يكون هناك حماية زي ما تفضلت وأنا بقول لهم لعمالنا وعاملاتنا إنهم ما يخافوا يعني بصراحة إحنا لتجأنا للمحاكم رفعنا قضايا هاي شي صار في العاملات اللي رفعوا قضايا وإحنا تبنيناهم وإحنا مستعدين نكفلكم في أي موضوع من هذا المواضيع واتطبق عليهم من حد الأدنى للأجور في آثار رجعي فبناء على ذلك يعني فيه هناك إرشاد فيه توعية اليوم فيه عندنا دوائر مختلفة ودائرة مرأة بالذات لأنه فيه خصوصية للمرأة وإحنا بنعرف مجتمعنا يعني بتتابع هذا الموضوع فإحنا معنيين أنه إعلاميا أيضا أنه نتساعد مع بعض نعطي رؤيتنا على هذا الموضوع نوعي الطبق العامل الفلسطيني نوعيهم شي معنات حد أدنى للأجور شي معنات عدالة اجتماعية شي معنات عدد من القوانين اللي إحنا قاعدين منصطدم في الواقع ومنشوف إنهم مش قادرين نطبقها على أرض الواقع ليش؟ لأنهم ممكن يكون قصرنا إعلاميا ممكن يكون قصرنا تثقيف وتوجيه لعمالنا وعاملاتنا فهذا لازم نتساعد فيه مع بعض كيف نقدر نواجه كيف نقدر نحكي لما نظمنا زيارات ميدانية على سبيل المثال على المعابر فرجان المرأة كيف يشتروا كيف العمال يعانوا منظمة العمل الدولي استجابت وإجت شافة العمال ونزلت معهم الساعة أرب الثلاثة صباحا ورفعوا تقارير خاصة في هذا الموضوع راح يكون فيه تغيير في الواقع زي ما ذكرته بدنا نشتغل مع بعض بيد واحدة عشان نحمي وطننا ونبني مؤسسات إن شاء الله ونتمنى طبعا إنه عام 2019 يكون هو عام رفع الأجور وإلزام أيضا المشغل بدفع هذا الأجر للعامل وإعطاء حقه كما يجب وكما يلسى كما ذكرت دائرة الإحصاء المركزية خط الفقر وطني هذا لازم يكون هو الحد الأدنى لأجور نعم كل شكرا لوجودك معنا شكرا لوقتك وأكيد نتمنى لكم دائما كل التوفيق أكيد مشوارنا الصباح مكمل معكم لكن بعد فاصل قصير أحبك خضراء يا أرض خضراء تفاحة تتموج في الضوء والماء ليلك أخضر وفجلك أخضر فالتزرعيني برفق برفق يد الأم في حفنة من هواه أهلا سهلا فيكم من جديد مشاهدينا وتحية لكل متابعينا في هذا الصباح أكيد اللي عم بتابعونا من بداية حلقتنا ولنضمونا الآن في هذه المحطة التي نتحدث فيها عن مهرجان القدس الحادي عشر للشعر والأدب والفنون أكيد بفعالياته الثقافية والأدبية المنوعة والمختلفة وليكمان يعني بتعطي نافذة للمواطن الفلسطيني سواء على الأدب والفن المحلي والعالمي بكل تأكيد وطبعا هذه النسخة تأتي في ظل خصوصية وهي أن بيت لحم عاصمة للثقافة العربية عشرين عشرين وبالتالي تحمل خصوصية في هذا الإطار نعم نرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا مباشرة من ستوديوهات هنا في بيت لحم الدكتور جمال سلسع مدير المهرجان صباح الخير صباح النور أهليا فيكو سيد صباحك نتحدث عن هذه النسخة أولا عن طبعا المدة والأيام ونتحدث أيضا عن ما يميزها في النسخة العشرة السابقة سيبدأ مهرجان القدس الحادي عشر اليوم الساعة الخامسة مساءا نعم في فندق الشبر في بيت لحم بحضور معالي وزير الثقافة الفلسطينية الدكتور إيهاب بسيسو الذي أعطى الدعم الكامل لهذا المهرجان نعم وبحضور محافظ محافظة بيت لحم الأخ كامل إحميد نعم سيستمر لمدة ثلاثة أيام سيشارك فيه نخبة من أدباء ونقاد من العالم العربي وفلسطين وهذا المهرجان هو المهرجان الحادي عشر والذي يحمل اسم القدس لأننا نؤمن بأن القدس هي أيقونة الوطن الفلسطيني بل هي أيقونة الوطن العربي لما لها من رموز ثقافية وإنسانية ودينية وتاريخية فهذا المهرجان يتميز هذا العام بخصوصية إبداعه في تشكيل رؤى نقدية ترتقي إلى مستوى العالم العربي والعالمي وإلى اختيار رائع وجديد للشعراء الذين سيشاركون في هذا المهرجان وإضافة إلى وجود بعض الزجالين الرائعين أمثال الدكتور موسى حافظ وسيكون هناك معرض للكتاب ومعرض آخر للفن التشكيلي نعم دكتور جمال واضح أن هناك خلال هذه الثلاثة أيام تنوع ثقافي ومعرفي وأدبي الحقيقة في الفعاليات المتواجدة في هذا المهرجان كيف يتم التحضير لهذا المهرجان واختيار ربما ضيوف من العالم العربي خاصة أنه دائما هناك قيود يفرضها الاحتلال على إعطاء التصاريح ودخولهم إلى فلسطين وهذا ما يؤلمنا جدا لأننا حتى اللحظة ننتظر صدور هذه التصاريح حتى الآن لم نحصل على هذه التصاريح نعم أما بخصوصية بخصوصية عرض اليومي للمهرجان سيكون هذا العرض جديدا ومختلفا عن عروض المهرجانات السابقة سيقف في كل دورة كل يوم له ثلث دورات الدورة الأولى يكون فيها شاعر مناقض أدبي وموسيقى ملتزمة تقيمها الأكاديمية الموسيقية في بيت لحم وكلما انتهت هذه الفقرة تأتي فقرة أخرى نعم وما هي الفقرات والمشاركات الأدبية دكتور وفيها زجال والشعراء كذلك نعم هي نعم هو يتم فيها اختيار الشاعر والناقد والزجال والأديب والموسيقى الغنائية الملتزمة بالهم الوطني الفلسطيني نتبدل هذه الفقرات بين كل فقرة وأخرى استراحة خمس دقائق ونستمر في هذا العرض لمدة ثلاثة أيام وفي نهاية المهرجان يتم تقديم الدروع التكريمية للذين أبدعوا وأعطوا في هذا المهرجان نعم دكتور جمال عندما نتحدث عن هذا المهرجان في نسختي الحادي عشر نتحدث عن عشر سنوات سابقة بنسخة مختلفة هذا يعني أن الجمهور بدأ ينتظر وهو ينتظر حقيقة هذا المهرجان وإنعقاده وربما التنوع والغنى والتجدد في كل عام يعني كيف يلقي كل ذلك مسؤولية على عاتق يعني الذين يحضرون طبعا لهذا المهرجان واختيار الأشخاص المشاركين والفقرات من خلاله هو دائما في كل مهرجان نحاول تقديم الأفضل والأروع والذي فيه مذاق الإبداع نحن في مهرجان القدس ابتدأ هذا المهرجان مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1988 في الوقت الذي لم يكن فيه من يهتم بالثقافة الفلسطينية وإبداعية هذه الثقافة الفلسطينية ابتدأنا منذ ذلك العام وحتى الآن في كل مهرجان نقدم لونا جميلا وخاصا وإبداعيا حتى كنا كان يشارك في المهرجانات التراث الوطني الفلسطيني والزي الفلسطيني وكنا في كل مرة نقدم شيئا جديدا نقدم شعراء رائعين نقدم أساتذة نقد أدبي رائعين في مختلف جامعاتنا الفلسطينية والعربية نعم رئيس المنتدى الثقافي الإبداعي نعم دكتور جمال سلسع جهودكم مشكورة بكل تأكيد سواء في المنتدى الثقافي الإبداعي كذلك جهود وزارة الثقافة وكل الحالة الثقافية الموجودة في محافظة بيت لحم وفي مختلف أماكن الوجود الفلسطيني نشكركم على هذه الحالة وجهودكم مشكرون نتمنى لكم بكل تأكيد التوفيق شكرا لك إذن مشاهدينا متواصل معاكم في محطاتنا حتى ساعة العاشرة لكن بعد فاصل قصير كونوا معنا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم يسعد صباحكم من جديد في هذه الفقرة رح نتحدث عن مبادرة من العشرات من المبادرات حقيقة تاني الموجودة عندنا بفلسطين وهي مبادرات طبعا مديد الخير والعون للأسر المحتاجة والمستورة وهنا نتحدث عن مبادرة يد تصافح الرسول في مدينة نابلس نعم هذه المبادرة هي واحدة من المبادرات الشبابية في المركز الشبابي للتطوير والإبداع عياد الخير دائما لا تنتهي في مجتمعنا الفلسطيني وفي كل المناطق وأيضا في كل المواسم الحقيقة وهي مستمرة ومتواصلة نتعرف أكثر على هذه المبادرة مع ضيفينا من داخل السوديو نرحب به سيد محمد أبو راس أهلا وسهلا فيك وأيضا دعاء الوادي المتطوعة في المبادرة أهلا فيكم نبدأ معك محمد وأنت مدير المركز حدثنا أكثر عن هذه المبادرة ومتى انطلقت وحتى من عنوانها يعني جميل يد تصافح الرسول بداية أول شيء صباح للخير لكم لكل المشاهدين مبادرة يد تصافح الرسول نحكي بداية عن الاسم الاسم اخترناه بهذا المعنى يد تصافح الرسول عشان نلمس المشارع الداخلية عند الناس عشان بصير تعاملنا أو التواصل بيننا وبين الناس أكثر لما نحكي يد تصافح الرسول بصير لها معنى مجازي بشكل كبير فمن هون انطلقت المبادرة فكرة المبادرة انه احنا اننا متواجدين بمحافظة نابس تقريبا خمس سنوات واننا تواصل مع هذه العائلات بشكل مستمر ففي الفترة الأخيرة صار نشوف احتياج الناس كثير فبدينا انطلقنا بهذه المبادرة حدف هذه المبادرة انه احنا انفعل او ان احنا انساهم مع هذه العائلات يعني نوفر لهم بيئة آمنة انعيشوا فيها لانه خلال جاولاتنا وزيراتنا ميدانية لهذه العائلات يعني كنا ندخل بيوت ونزور بيوت يعني لا تصلح للمعيش فمن المبادرة التي تصافح الرسول هي مبادرة مقسوم وقسمين يعني القسم الأول انه احنا ممكن بدنا نصمي او انقحل البيت داخليا يعني البيت بحاجة لادهان بيت بحاجة لبتصليحات في ادوات صحية في الكهرباء احنا هذو نشتغلهم والقسم الثاني كمان انه احنا نشوف ايش نقص عليهم كسوة شتاء يعني ادوات مطبخ فرشات احرامات من خداي هذه المبادرة احنا كمان نوفرهم بيها تمام دعاء نحكي عن انك انت متطوعة طبعا في المبادرة كيف تطوعتك المبادرة اولا كيف تطوعت كان في تقديم طلبات يعني عن طريق الانترنت شفت انه اسمي مبادرة رفت انتباهي صراحة وحبيت الاشي وانا دايما بحب هيك يعني اموري يعني مبادر لها دايما فرحت والتقيت مع الاستاذة محمد ابو راس وصار الاشي ودومنا جميع شو بتشعري انت من خلال العمال التطوعي خاصة لما تكون في مثل هذا المجال حقيقة يعني ممكن انا مرات بسمع من الناس انه لما بكونوا يعني مشاعرهم تكون بعد اي نشاط تطوعي بهدف لمساعدة الناس تكون كثير مشاعر مليئة بالفخر والرضى النفسي والراحة النفسية نعم هلا لما انت يعني انه تنجز تعمر بيت تكسي مثلا اسرة تشوف اطفالها كيف ضحكتهم ابتسامتهم مع شفايفهم بتنبسط يعني زي التغذية الروحانية زي ما بتحكي يعني صح بتتعب وهيك وبتروح وبتساعدهم بس مجرد انه يعني ما تشوف ابتسامة اطفالهم الاسرة وبراحتها فصراحة ايش كتير حلو وراحة يعني نفسية اكيد نعم هذا جزء كمان من مسؤولية الانسانية والمجتمعية كمان وكمان اللي حذت عليها كل الاديان ان الواحد ما بيشعر بالراحة والرضى الا لما كمان بيفكر بغيره يعني وحكى شعرنا الكبير محمود رويش فكر بغيرك صحيح استاذ محمد لما نتحدث عن يعني جهود متعلقة بمساعدات عينية او غير ذلك مثل ما حكيت مثلا يعني تقديم خدمات كيف بيكون التعاون ومين مثلا بيقدر يتطوع ويقدم خدمة من خلال مثلا مراكزكم هلأ الانبياء بالتطوع هو مباب مفتوح له اي شخص بيحب يتطوع بهذه المبادرة احنا ما عنا اي مشكلة بالعكس يعني احنا قاعدين من عز المبادرة بشكل كبير عشان تنتشره بشكل اكبر يعني اي حد بيحب يشارك منا في المبادرة بتفضل لنا على المركز وما عنا اي اشي يعني او عنا تم الاستعداد ان يكون جزء من هاي المبادرة سواء بالتطوع او بتقديم مثلا مساهمة مالية هلأ بالتطوع اكيد هلأ بالموضوع المساهمات يعني احنا اتوجهنا في خالي المبادرة بشكل كبير للمؤسسات لرجال الاعمال عشان يكونوا جزء من هاي المبادرة من باب المسؤولية المجتمعية لان انا احنا في انا مسؤولية مجتمعية لكل المؤسسات يعني خلال جولاتنا لرجال الاعمال والمؤسسات في كثير من الرجال الاعمال حقوا انا يعني انا مستعد اني اتكفى البيت كامل ايش بيدو انا ارمي مواجهة هاي الامور وجزء ثاني يعني ساهم بامور معينة فيعني تقبل الشارع بشكل كبير للمبادرة يعني اشي مشرف جدا وهذا اللي يعني وهذا اللي خلانا نستمر لمبادرتنا لانه دعم الشارع بشكل عام كان جدا ايجابي وهذا يعني جانب حفزنا بشكل كبير انه احنا نكون مستمريين ونكملين بهذه المبادرة يعني العمل في هذا المجال لا ينتهي انت ممكن تبلش في بيت ولكن تتفاجأ فيما بعد انك صورت عنوان صحيح كل الناس بتتوجه لك اللي طبعا هي وحتاجة يعني احنا ولمقاطر حديثك احنا من بداية الحملة تقريبا اننا 18 يوم 18 يوم صرنا نجهزين 9 بيوت وعننا و95 عائلة مستفيدة من المبادرة هذا الحكي خلال؟ تقريبا 18 يوم هذا رقم كبير حقيقة اه يعني مقالنته بالوقت صحيح يعني انا يعني وعننا جولات لاننا جولاتنا نستمر ونعرف حنا يعني حد بحكي للتاني فهيك صورنا زي ما حكيت انوان فاي حدا عنده بده مساعدة بلجأ انا كم متطوى معكم اليوم اللي احنا المشغلين بهاي المبادرة احنا 10 اشخاص اه مقسومين قسمين قسم اللي بنزل دولات ميدانية وقسم اللي بلتقي مع المؤسسات ورجال العمال يشعرون مع المبادرة اه قسم زي الجولات الميدانية احنا عملنا بيش مقتصر بس عنابلس عملنا مقتصر على كافة المحافظات يعني احنا اننا يعني كاننا قبل اكم من يوم سلمنا كسوة الشتاء لبيوت فرم الله كذلك الفطول كريم بجنين بنابلس وين ما منشوف حد بحاجة فعلا لمساعدة احنا ما بتواني نهائيا انو نتوجه له المساعدة اللي هو بحاجة لها نعم وهذا كمان يعني بيقود لموضوع متعلق احنا عم نشاهد مجموعة من الصور اللي كمان عن النشاطات والخدمات اللي بتقدموها بيقود لقصة الثقة يعني بناء الثقة بين المركز وبين كمان سواء المتطوعين او الناس اللي ممكن يساهموا ماليا في هذا الموضوع وهذا كما بتعزز في كل المحافظات عم نحكي مش بس في نابلس يعني خبرنا اكتر عن هذا المجال وكيف بتحافظوا على هاي المصداقية هلا يعني احنا كوننا مركز شباب في نابلس انا خمس سنوات فاننا يعني مجموعة من النشاطات المتسلسلة يعني على سبيل المثال احنا في عنا في كل سنة اشي اسم المطبخ الشباب الخيري مطبخ الشباب الخيري هو نفس الفكرة انه بس احنا منقدم وجبات طعام للأسر المحتاجة احنا ويهم على مائدة وحدة ما منوزع للبيوت احنا يعني منكون احنا ويهم على مائدة وحدة هلا زي ما حكيت لك ان عملنا متسلسل يعني احنا بنانا في الاربع سنوات الماضية ثقة مع هاي العائلات ومع رجال اعمال ومع المؤسسات انه كانوا فعلا يساهموا يجيوا شاركوا معنا بهذه الامور فلما توجهناهم بهذه المبادرة خلاص صار فينا يعني جربونا مقبل وصار فيه مصداقية وثقة اكبر يعني بيننا وبينهم حتى بالفعل اصبحتوا عنوان يعني مثل ما حكيت بكل تأكيد دعاء كيف الاجواء بتكون بينكم ما بين خليني احكي المتطوعين وكيف بترتبوا اوقاتكم لحتى تلتقوا تقوموا في الواجبات والمهمات الموكلة لكم في اي عمل تطوع طبعا ومساعدة اه تمام يعني احنا صراحة على التلفون يعني منظر متواصلين اكيد ما في اي صعوبة بتاتني يعني كل يوم يعني تقريبا معده يعني يوم جمعة بننزل الاستاذ محمد وفي حددنا متنا وين نتوجه نعم وبنلتقي يعني بكل سهولة وبنتحرك تعاون يعني بين بعضنا بيكون عندكم شغل بيكون عندكم التزامات شخصية اخرى ممكن انه تكنسلوها وتروحوا للعمل التطوع شوفوا انه اهم صيروا معكم هيدا صراحة بالنسبة لي متفرغة صراحة لهذه المبادرة و لهذا التطوع يعني جميل يعني احنا تخورين دائما بطاقات الشبابية والمبادرات المجتمعية اللي هي فعلا وجه هذا المجتمع الفلسطيني وجه الخير دائما نتمنى لكم كل التوفيق الله أحيان وتحية لكل كمان المتطوعين والمشاركين معاكم في عدد نورتونا أهلا وسهلا جهودكم مشكورة طبعا مشوارنا الصباحي مواصل خلينا نشوف هذا التقرير لطبعا احياء اتحاد الفنانين الفلسطينيين لذكرى الانطلاق الرابعة والخمسين في محافظة جنين هذا التقرير للزميل وديع شهادي بمناسبة انطلاقة الثورة الرابعة والخمسين نحية الاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين هذه الذكرى بعروض فنية شاركت فيها عدة فرق تضمنت الأغانية التي تمجد الثورة والثوار رسالة حركة فتح في هذه المناسبة تأكيد على الوحدة الوطنية سبيلا وحيدا في مواجهة الاحتلال وتأكيد ايضا على اشراك كافة فئات المجتمع في الاحتفال بانطلاقة الثورة التي دافعت عن حقوق شعبنا كل قطاعات شعبنا اتحاد الفنانين وقبلها لجنة الاقليم وكل قوى الحية وفصائل منظمة التحرير تحيي الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة فلسطينية لتؤكد على ان الثورة مستمرة خلف قيادة الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية حتى تحقيق اهدافنا المتمثلة في قيام دولة فلسطينية عاصمتها الكدس الشريف المشاركون في الاحتفالية اكدوا على همية الثقافة والفنون في احياء المناسبات الوطنية وضرورة المشاركة في هذه الفعليات التي ترتبط بحياة شعب الفلسطيني الحمد لله حفل ناجح وحفل رائع كل الاحترام والتوفيق لاتحاد الفنانين وبهمنا هاي الامور في محافظة الجنين وتخلل الحفل فقرات ترتبط بالتراث الوطني من دبكة ومواويل لفنانين فلسطينيين غنوا للثورة مع تأكيد على ضرورة تشجيع كل الطاقات لخدمة شعبنا والوقوف معه في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض لها القضية وديعش حادي تلفزيون فلسطين جينين أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدين تحية طبعا لزميلنا وديع وتحية لاتحاد الفنانين على هذا الاحتفاء ونبقى في الفن والتوراث الفلسطيني واليوم نصدف من داخل استوديوهاتنا علم من أعلام الدفاع والحفاظ على الموروث الثقافي الشعبي الفلسطيني قلت أكيد دكتور موسى حافظ الأمين العام للاتحاد الفنانين الفلسطينيين والفن دائما هو جزء من فكرة الوطن والذاكرة الفلسطينية ومن الفكر المقاوم وبالتالي في هذا العام من المهم أن نتحدث عن الفنان الفلسطيني الموروث التراثي الفلسطيني الفن الشعبي وكذلك مقاومة كل أشكال محاولات طمس التراثي الفلسطيني من قبل الاحتلال نعم واشا صبعكم القياد ستمنى إن شاء الله يكون يوم يوم سعيد عينا والوطن جميعا فن الشعبي أي شعب له ثقافي في الدنيا هي تشكل كل أخلاقيته فثقافة فلسطينية أنه في الفن الشعبي فن واسع وعامق استطاع الفنان الشعبي اثنين من الفنانين يجمعوا بلد أو بلاد والفن الشعبي فن يعني يحتوي على كل شيء من العلاقات الإنسانية من العادات والتقاليد من الكرامي والمرجلي والهم العالي فن الشعبي حياة هي أسلوب ونمط حياة تعيش الناس يعني الحياة تدخل فيها العادات والتقاليد ويعني إذا رأيت أنك بطل تلقي فيه عنده روح شعبية أو وطنية محبة لهذا الفن الفن الفلسطيني المثقف والفن الشعبي لا يعني بس أنه غنينا كمان شو أكلنا شو شربنا صحيح كيف نتعامل مع الحياة شو لبسنا قيمة المبادئ كل شيء طبعا فالفن الشعبي الفلسطيني يعني في حاليا أنا في نظري يتعرض لبعض الطمس وفي قوة وهناك جمعيات تسعى لأن تنهي شيء اسمه فن شعبي على اعتبار أن الفن الشعبي الفلسطيني أنه الآن في معركة سياسية والمعركة السياسية ممكن لا تؤدي إلى شيء فبالأخير إذا بنا ننتزع من الوطن نجب أن ننتزع من الثقافي حتى نخلق جيل أكيد غير مثقف جيل لا يعرف ما معنى الثقافي وما معنى فلسطين ما معنى البيادة وما معنى العقد ما معنى النقشة الفلسطينية النقشة القنانية اللبسة كذا الأكل الشرب صار في تغيير في كيفية الحياة نعم دكتور موسى يعني مثل ما ذكرت بالفعل لما نستمع للأغاني التراثية نسمع تاريخ نسمع عداد تقاليد كلمات حتى مثل ما حكيت أكل وشرب يعني وجغرافيا كل هذه تفاصيل موجودة في أغانينا موروثنا الثقافي هل كان هناك جهود من أجل خلينا نحكي أرشفت يعني هذه الأغاني وفي نفس الوقت يمكن توضيح بعض المفردات اللي أحيانا بتكون ربما كلمات يعني ما في استعمال إلها يعني مؤخرا يا أختي اليوم أنا عندي مركز في جنين أو مؤسسة في مزارفها الطول طبعا أنا مش تابع لأي واحد بشتغل وبأرشف يعني حاليا أنا عندي في الأرشيف من غناء بس غناء الشعب الفلسطيني عندي ثلاثة أربعة تيرة من قليلة هذا الفن الشعبي وأغاني شعبية وأعراس ووجوه فلسطينية وناس ماتت وناس عاشت وناس طابت وكلمات وحياة وشعراء ماتوا وشعراء حظلوا هذا الموضوع حاليا هو موضوع انتماء انتماء هذا الفن الشعبي فن يكتب ولكن لا يكتب على الورق يكتب في القلوب يكتب في الذكريات يكتب في الناس يعني تعلمي طفل أغنية شعبية أنت بتزرع فيه حب الوطن تعلمي أغنية عن الزتوني بيصري يحب بشوف الزتوني تعلمي أن الكدس إنه مش لغيرنا بحب بعرف أنه الكدس إنه مش لغيرنا بسي عنده نظام نظام حياة لكن اليوم الموجود حاليا في الثقافة حاليا في بلادنا جمعيات بتدفع فلوس بالهبل من أجلنا توصل معلومي لتغيير فكر في إنسان في المشارع مستعدة تفتح لك روضة مستعدة تفتح لك مصرح مستعدة تقلق تسوي لك أغاني مستعدة تجيب لك كل شيء كلاسيكي وغربي ومن اليونان وإن شاء الله من الصين إن شاء الله من أي منطقة مشان أنت تبتعد عن موسيقاك ولحنك كنت فوسيش شو قال أغني أمة كيف تغني لأقول لك كما هي شو هي شعب فلسطيني واحدين في الدنيا واحدين اللي عندنا الشعر الميداني فيش أمة في العالم عندها شعر ميداني يتشترك البلد والفنان في فن واحد ومنهاج واحد إلا في فلسطين نحن الكنعانيين أول من غنى للآلهة إحنا أول من غنينا كان الناس روح يذبحوا دبيح وقاربين وما قاربين كان الشعب الفلسطيني يبعث شعر ويرقص من البنات الفلسطينية حاملات ويدبك الرجال تعميل واشطهر منهم شاعر كان اسمه لو سمعت تفضل كان اسمه اقهت هذا الشاعر الكنعاني وهي مخطوطة كانت موجودة إله وجدت في بغداد وتكلم عنها كثير المؤرخين لو يتحدث مع إله بعل إله الكنعانيين والفلسطينيقين وهو إله الخصب كان يسموه الخصب ويقولهم يا بعل اسقنا المطر أرضنا أرضنا تخضر كذا وكذا بوقت كانت الناس ما بتعرف شي بالفن شاب فلسطيني امتداداته امتداداته قوي في تراثه لم يصدف يوم في الطبرة الفلسطينية من سنة 1936 إلى اليوم لم يكون فيها بأي معركة يدخلها إلا كان بها شاعر شعبي يغني ويحفز وشد الهمم من أجل أن ننتصر في معاركنا واشطهر منهم الشاعر الكبير نوح إبراهيم وأبو عرب ومعارب ذيب وعبد الرحيم محمود وشعراء أكثر أكثر كابلنا سبقونا وكانوا هم شعلي في تحفيز وتلفزيون وإذاعة الوطن وجريدته رسمية في تناكلنا لأخبارهم أغانيهم للحد الآن نحفظها هو جزء أيضا من الحالة المقاومة المستمرة التي تمثلت في تاريخ النضالي الذي نعكس في هذا الشعر والغناء بكل تأكيد دكتور على سبيل المثال نحكي مثلا عن اللي هي أغنية الحنة الشهيرة اللي لدينا في أعراسنا هي تحكيز قيم تربوية دير بالك على أخوالك على عمامك إمك لا تجاه فيها فهن نحكي عن قيم تربوية جميلة بصراحة اليوم صرنا نشوف كمان أشكال جديدة من الغناء اللي هي مش قريبة بصراحة من تراثنا الفلسطيني مش الأغنية الشعبية وبالتالي مهم كمان أنه نوعي الفنان الصاعد أنه يتجه نحو الأسلوب الفلسطيني اللي هو إلو علاقة بالتراث التقليدي هذا مهم عشان الأجيال القادمة صح أو لا؟ سيدي لا ما فيه شيء فلسطيني وجد لم يغنى له شعب نعم من الحصيد إلى حتى الموت إلى الصفر حتى غناء البحر غناء رعيان التراويد لمهاها عنا إنه مرسيم نحن نحطب بنت من بنت نأخذ ناس اعتباريين من البلد وبقعدوا وبطلبوها في طريقة معينة بس طلبوها بيغنوا الناس للطلبي نساء بسين زغرتين وعطانا بناتهم لملاح وعطانا بناتهم الحلوات وعطانا كذا وكذا ويخلف على أبو محمد ويخلف على أبو مش عارف شوه وعبو سليم وش عارف الكزهيك وبنته بعدين بس يوح جيبوا الذهب كمان بيغنوا بس يجيبوا الشسوي كمان بيغنوا صحيح بس يزوع الحنة كمان بيغنوا بس يزينوا العريس كمان بيغنوا بس يطاحوا الطفل بس يغنوا هذه مرسيم حتى للأكل في غناء حتى لجمع الحطب في غناء هذا شيء متوالي متوازي متساوي بحدثنا عن كل شيء موجود في العائلة والأسرة الفلسطينية اللي إلها نظامها الخاص هو ثقافتها الممتدة ثقافة العيب ومش عيب ثقافة هذا منيح وش منيح هذا الزلم آدمي وهذا مش آدمي فلسطين عنده كل شيء إلو مراسيم تراثية ولو ما شئنا عليها تلكيش اثنين فلسطينيين بيختلفوا صحيح يعني ابنية على الحب مبنية على حب الناس لابعوها صحيح ابنية على المجتمع يعني أنت من أي بلد مثلا من أي بلد بقول مرام الله بدي عمالعرس كان قبل بكاش في عزيم كان نسأل مين العرس يمين والله العرس لم يصحفة إيها صاحبنا روح تروا نصر عنده لين يروحوا الناس ويصروا ويحبوا بعضهم اختلافنا صار اختلاف في القيام اختلاف في التعامل في الحياة والخوف أنه اخلاف التعامل هذا يمتد ويخلق منهاج جديد أو نمر جديد في التعامل يدعو إلى الفرقة ويعدش المجتمع الفلسطيني متماسك ويحب بعضه نعم يعني هدفنا أنه نحافظ على هذه العداد والتقاليد والموروث كمان اللي هو بالفعل يثبت أنه ممتد في التاريخ وهو بيروي قصصنا كمان يعني قصة زريفة طول يعني جزء من التاريخ ونضال وطني بس قبل كمان ما نختم ويداهمنا الوقت خلينا نسمع شي منك عم نعرف الدنيا الصبح شوي ممكن بس يلا تتسمعنا شي يلا تتسمعه جبل غطي بحنة تحتت زين العين الكحيني أو صباح الخير عا أحمد وحنة على الدار البكاء بكبر خليلي صباح الخير والأوطان إنا محبي طهر وما في جميلي أو صباح النور صبح عا وطن وعلى طيور الجنائن والخميل أو صباح حطي بلامس حجر بنى بنى العقدي بأي مثقلي أو صباح الخير عا اليسمين كله على الأسرى على الأبطال صلو أو صباح الخير عالأسرب وطننا عا كل فى رسأبي مثبت محلو أو صباح الخير عطراب الشهادي على الوادي على محبة بلادي وصباح الخير على خفد فؤادي على الموطن على الأبيض سجل أو صباح الخير للغم الحنوني لحلمة حلم غا تحت الزتوني أو صباح الخير على أهل وضعوني اللي غربت الأوطان ملون صباح الخير إلك صباح الخير للفن الفلسطيني والتراث الفلسطيني ولكل الفنانين الفلسطينيين سيد صباحك أهلا وسهلا فينا شرفتنا شكرا شرفتنا الله صباح الخير دائما أنت علم في هذا المجال الله صباح الخير نحن نقول لوطننا وطننا مميز علينا وأن أدعو التلفزيون هنا أن يلفت تلتفت للتغاث الشعب الفلسطيني كثير تلفزيوننا تلفزيون عظيم تلفزيون مميز في ناس وطنيين طيبين بكم بالمهمة بحاجة لحجم معاكسة أمامك من يهاجمنا التوارحة ولا بدنا أن يقودها تلفزيون فلسطيني لأنه تلفزيوننا بكل تأكيد شكرا إليك شكرا أكيد أنا آخر المد يعني موضوع تلفزيون غزي كان شيء مؤلم جدي كثير نعم بكل تأكيد وكثير وزعنا وأنا صباحا أنا صحيح يعني أني مشكلة أنه أنا دائما نعم كل شيء ببين علي شكرا إليك ألا إحنا أكيد مشوارنا الصباح يمكمل معكم رح نكون مع آخر فقرة ولكن بعد فاصل قصير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة 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 يتقبل الآخر مثلا أو يبطل يمارس العنف ممكن ضد الأطفال أو إلى آخره فهي فعليا أنه معك دقتين أو ساعة بدك تعرف كيف أنه تصيب الفكرة وتوصل الرسالة يوسف و أنت معرض الفيلم و كيف كان تأثيره في الجمهور نعرض الفيلم بمهرجان إيليا للأفلام القصيرة قدام الجمهور وبعد هيك حبينا نعرضه على الفيسبوك على السوشيل ميديا نظرا لأنه كمان الأفلام القصيرة جدا أكتر مكان خصب ومنعش خلينا نقول لها هو السوشيل ميديا اليوم صارت المؤسسات صارت الشركات صارت المدارس و حتى أماكن العمل تحط الفيديو والأفلام من أهم الأدوات اللي بتستخدمها حتى تتروج عن نفسها أو توصل رسائل معينة أو حملات توعية أو إلى آخره فكان رأس بطيء يعني نحن كمان كنا مقررين أنه حابين نعمل هذا الفيديو مش لا حتى أو هذا الفيلم مش لا حتى نخبيه أو نعرضه بمحلات معينة فقط أمام الجمهور إنما أننا نحاول نعرضه على موقع التواصل الاجتماعي حتى يوصل وتوصل كمان قصة نوالي سحي يوسف رغم أنه الوقت قصير للفيلم لكن هذا لا يعني أنه كمان التقنيات يعني هذا الجهد اللي عم منوفره في الوقت أو في التصوير عم منوجهه لتقنيات الحديثة واستخدامها أكيد يعني بيظل بالآخر اسمه فيلم يعني حتى لو كان فيلم مدت فيه أفلام مدتها 30 ثانية في العالم الأوروبي بيعملوا مهرجانات اللي هي للأفلام القصيرة اللي مدتها دقيقة أو دقيقتين ففعليا هاي الأفلام لسا بتكون أفكارها يعني أنه ما بتحسي أنه هي أفلام اللي منتجة بتكلفها أقل يعني لا سمح الله أكيد بتكون هي نفس التكلفة نفس الشغل بس اللهم أنه نحن في عندنا رسالة بنا نوصلها بوقت مكثف ويعني حتى يمكن هذا الأشي يضغطك أنت أكتر كمدة زمنية صحيح إذن فيلم رقص بطيء ممكن تشوفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا عبر صفحة المخرج يوسف الصالحي الموجودة على الفيسبوك وكمان صارت موجودة على صفحتنا لأنه تم عرضه خلال هذه الفقرة يوسف احنا نحب نشكرك وأكيد نتمنى لك دائما النجاح والتوفيق والتقدم في مجالك شكرا لتوفيق شكرا لوقتك أهلا وسهلا فيك ومشاهدين نذكركم طبعا بمواقعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فلسطين هذا الصباح وتلفزيون فلسطين كل فقرات هذا المشوار الصباحي موجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وإلى هنا ألا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المشوار نعم شكرا لكم على المتابعة مشاهدين واكد كل الشكر للضيوب اللي رافقونا اليوم تحية لكم أينما كنتم وإلى اللقاء فلسطين هذا الصباح في كل صباح موسيقى 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 اشتركوا في القناة